إذاناً بنهاية قطعة سياسية دامت عشر سنوات يحل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد النهيان بتركيا عقد من الجفاء وحالة التوتر غدتها صراعات بسط النفوذ بين البلدين كان الاقتصاد خلالها حلقة تواصل نادرة بين أنقراء وأبوظبي توافق غير معلن تعكسه أحدث مؤشرات المبادلات التجارية بين البلدين التي ارتفعت بنسبة 100% خلال النصف الأول من السنة الجارية لتتجاوز 7 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري معاملة تجارية بينيا ما فتئت تتزايد ملامسة عتبتت 90 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة في ذروة تصاعد الخلافات السياسية والدبلوماسية بشأن عديد الملفات الإقليمية في وقت سجلت دات المبادلات بين البلدين غير النفطية مستوى غير مسبوق مناهزة 9 مليار دولار العام الماضي أرقام تضع تركيا شركة تجارية الحادي عشر للإمارات العربية المتحدة في حين جعلت من الدولة الخليجية الشركة الثاني عشر عالميا لتركيا بالتزامن مع مبادلات تجارية مزدهرة شهدت الاستثمارات الإماراتية في تركيا ارتفاعا ملفتا بمستوى قارب 5 مليار دولار السنة الماضية في حين سجلت الشركات التركية حضورها في الاقتصاد الإماراتي بضخي استثمارات تجاوز 350 مليون دولار حركية استثمارية مرشحة للارتفاع مع كشف صندوق الاستثمار السيادي لإمارة أبوظبي عن نوايا لضخي استثمارات بمليار دولار في مشاريع الرعاية الصحية والخدماتية التركية ترجمة نانسي قنقر